أحداث ومواقف عديدة تدولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر على مدار أسبوع كامل الفتاة شيماء من منطقة الرغاية في العاصمة كانت الحدث الأبرز خبر قتلها لا قصد كبيرا وتناقلته وسائل الإعلام في الداخل والخارج هاشتاغات كثيرة تطالب بالقصاص من الجاني خبر حرق جثات فتاة في الصيف لقى نصيبه من الاهتمام بين النشطاء الجزائريين على مواقع التواصل واسيلة عديدة عن سر ارتفاع معدل الجريمة خبر آخر حزين كورونا التي لم تفارق حياتنا هكذا كتب أحد النشطاء من غرفة الإنعاش لمستشفى بنزيري ببينام في العاصمة توفي تحدى المحاربات في الخط الأول ضد هذا الفيروس بعد إصابتها النساء بشكل خاص بدان الأسبوع بنشر وتبادل شعار تظاهرة أكتوبر الوردي من باب الترويج لضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وفي ذكر وفاة ملك اغنية الراي الشاب حسني صور وفيديوها تناقلها النشطاء وأبدأوا حصنهم الشديد على فقدان ملك الأحساس بعد مرور كل هذه السنوات الجزائريون لا يزالون يتذكرون فناناً اختلت هو يد الإرهاب الفنان القدير عثمان عريوت شغل الجزائريين بخرجته الجديدة أحدث صورته له فجرت كماً كبيراً من التعليقات والمشاركات رجل مميز وطلة بهية تعيد مشهد صقمك ليفتح في الليل التي لا تنسى وفي اليوم العالمي للمعلم تعليقات شكر وتقدير للأساتذة ومن أبرز التعليقات شكراً لكل من جعل مني ما أنا عليه أساتذة الأفاضل